بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي نص التالت كمان نص أولي كان يوزن تعشق والتاني حب أولادي ده نص التالت بعنوان أراك عصية دمع القصدة الجميلة للشاعر أبو فراس الحمدان أبو فراس الحمداني هو شاعر وفارس من أسرة بني حمدان اللي كانوا بيحكموا في حلب في سوريا وكان لهم دولة اسمها الدولة الحمدانية وأبو فراس ده كان أمير وكان شاعر واتولد 320 هجرية ومات سنة 357 هجرية يعني عاش على الدنيا حوالي 37 سنة هجرية وكان بيشارك في حرب الروم مع ابن عمه وقع في الأسر وسجن في أسر الروم أو في سجن الروم فترة ويقلب فيها بعض القصدة الجميلة سميت بالروميات لأنها أقلبها فين؟ هو سجن الروم منها هذه القصدة الجميلة اللي هي بتبين مشاعره رقيقة وطبعا هو عملها على أنها حوار بينه وبين محبوبته طبعا حوار متخيل والأبيات من جمالها بتغنيها أم كلسوم بنفس العنوان اللي هو أراك عصية دمع الأبيات اللي معانا بتبدأ الشعب يقول أراك عصية دمع طبعا الجملة دي على لسان محبوبته كأن هي اللي بتقوله بتقوله أراك عصية دمع شيمتك الصبر أراك عصية دمع يعني ممتنع الدمع يعني أراك متجلد قاعد يعني ماسك نفسك بتعيطش بتبكيش من شدة الأصل للحب يعني وكان في الفترة دي المحب عشان يبين حبه لمحبوبته يبكي ويتأثر أشاب للأصل أراك عصية دمع شيمتك الصبر قلقك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر يعني أليس للحب سلطان عليك أمر عليك ولا نهي طبعا أراك ده فعل مضارع يفيد التجد الاستمراري واستحضار السورة أراك عصية دمعي استعارة مقنية شبه الدمع بإنسان يعصى بسر الجمالة التشخيص أراك عصية دمعي شيمتك الصبر أما للهوى أسلوب إنشاء نوع استفهام لانستكار وتعجب أما للهوى نهي عليك ولا أمر نهي وأمر بينهما طباغ توضح المعنى للهوى نهي استعارة مقنية للهوى أمر استعارة مقنية يعني البيت الأول في ثلاث استعارات مقنية عصية دمع للهوى نهي للهوى أمر البيت الأول في أسلوب خبري وأسلوب إنشائي الخبري أراك عصية دمعي شيمتك الصبر الإنشائي أما للهوى نهي عليك ولا أمره اختلاف الأسليب يثل الزهن وجهز الانتباه صبره وأمره بينهما تصريع يعطي جرسا مستقيم طبعا التصريع اتفاق نهاية الشطر الأول والره مع نهاية الشطر الثاني ورده إيه الره أراك عصية دمعي شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر رد عليها بقى هو قال لها إيه بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يزاع له سره رد عليها قال لها بلى بلى دي إجابة الاستفهام المنفي وهو بتقول له أما للهوى فالإثبات إيه بلى الإثبات بلى لما أقول ألم تسافر الإثبات إيه بلى سافرت طب النفي نعم ما سافرت يبقى الإثبات هنا بتقول إيه بلى هو بيثبت إن الحب يصطنع عليه فقال إيه بلى أنا مشتاق بلى أنا مشتاق مش كده بس وعندي لوعة الجملتين بنفس المعنى أنا مشتاق وعندي لوعة بينهما إطناب التراضف ليكرر المعنى ليؤكد شدة حب بلى أنا مشتاق وعندي لوعة يعني إيه عندي لوعة عندي هم وحزن من الحب ولكن مثلي لا يزاع له سر مثلي من هو في مكانتي أمير وله وضع في المجتمع لا يزاع له سر ما ينفعش أنا أزيع الأصر بتاعته ومحدش يقدر يزيع هذه الأصر بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يزاع له سر إذا الليل أضواني إذا الليل شملني إذا الليل أحاطني بصدت يد الهوى مددت يد الهوى يد الحب وأزللت دمعا من خلائقه الكبر إذا الليل أضواني بصدت يد الهوى كأن الهوى له يد تبسط استعار مقنية إذا الليل أضواني بصدت يد الهوى وأزللت دمعا أزللت يعني إيه كأن الدمع الذي كان متكبرا جعلته زليلا أزللت دمعا استعار مقنية من خلائقه من طباعه الكبر عند هنا طباق من أزللت والكبر إذا الليل أضواني بصدت يد الهوى وأزللت دمعا من خلائقه الكبر تكاد تضيء النار بين جوانح إذا هي أزكتها الصبابة والفكر تكاد من أفعال المقاربة تكاد تضيء النار النار الشوق تضيء النار النار هنا معناها الشوق تكاد تضيء النار بين جوانح بين ضلوع النار إن الشوق استعرف الصرحية شبه الشوق بالنار وحزف المشبه وصرح بالمشبه به تكاد تضيء النار بين جوانح إذا هي أزكتها إذا هي أشعلتها من يدى تضيء النار الصباب والفكر الصباب الشوق الشديد والفكر في من أحب تكاد تضيء النار بين جوانح استعرف الصرحية في كلمة النار شبه الشوق بالنار حزف المشبه صرح مشبه به سير الجمال التكسيم تكاد تضيء النار بين جوانح إذا هي أزكتها إذا هي أشعلتها الصبابة والفكر أزكتها الصبابة أشعلتها الصبابة يعني أشعلت الصبابة والنار استعارة مكنية شبه الصبابة والفكر بإشيء مادي يشعل النار تكسيم سير ما تكسيم معللتي بالوصل والموت دونه إذا ميت ظمآنا فلا نزل القطر معللتي يعني ممنية يا من تمنينني باللقاء الوصل يعني اللقاء ممنية ده أستطيع إنشاء نوع نداء أصلها يا معللتي يا من تمنينني معللتي بالوصل بالوصل باللقاء يعني يتقابل سواء والموت دونه الموت قبل هذا الأمر يعني أموت قبل ما أشوفك معللتي بالوصل والموت دونه إذا ميت ضمآنا عدشان فلا نزل القطر يعني يا رب المطر ما ينزلش طيب أول حاجة معللتي بالوصل والموت دونه إذا ميت ضمآنا هو هيموت ضمآنا ولا مشتاقا مشتاقا يبقى شبه الشوق والظماء الضمآنا دي ممنوعة من الصرف لأنها صفة على وزن فعلان يعني الصرف يعني ما ينفعش أقول ضمآنا الضمآنا دي تخالف النحو لأنها ممنوعة من الصرف وصرفت يعني وينت لكن يجوز للوزن الشعري إن الشاعر يصرف المنوع من الصرف طيب إذا ميت ضمآنا فلا نزل القطر أسلوب خابر نفظا إن شاء معا ولكن هذا البيت يعاب على الشاعر لأن فيه أنانية مش معلى أن أنت إذا لم ترى محبوبتك تدعو على الناس جميعا ألا يروا محبوبهم فهذا آيه أنانية تعاب على الشاعر طيب البيت كله تشبيه ضمني إذا يمت ضمآنا كأن شبه حالة أنه لا يرى محبوبته فلينزل القطر بحاد الزمآن الذي لينزل المطر فيه وفيت وفي بعض الوفاء ما زلت أنا كنت وفي جدا لها في كل شيء وفيت وفي بعض الوفاء ما زلت في بعض الوفاء دي جملة إطناب للإحتراث ليس كل الوفاء ما زلت ولكن في بعض الوفاء ما زلت وفيت وهنا ما حدتش المفعول به ما قالش وفيت بإيه اللي بين الشمول العميان وكلمت معها في كل شيء وفيت وفي بعض الوفاء ما زلت لآنسة لم يذكر اسمها طبعا عندها شاعر من شاء الغزل العفيف نذكرش اسم حبوبته لآنسة في الحي في المكان بتاعي شيمتها يعني طبعها الغدر شيمتها لإيه طبعها الغدر تسائلني من أنت قالني يعني طبعا لأنه لما حبها فحاله تطور فأصبح نحيف أصبح لا يتم بنفسه فشكله تغير فكأنها مش عرفاه وبرضه يقلد لبعين الدلال وأجاب بالنفس يعني تسائلني من أنت بسأل أنت مين طبعا ده إنشائي استفهام الإنسان استغراب والإيه والإيه والتجاهل تسائلني من أنت وهي عليمتهم هي عرفاني كويس أوي وهل بفتن مثلي على حاله نكره يعني وفي واحد زي على كل هذا الحب لها أنكر ولا أعرف أكيد لا وهل بفتن مثلي على حاله نكره ده أصبح إنشائي نوع استفهام غرض إن فيه فقلت كما شاءت قلت اللي هي عايزاة إيه اللي هي عايزاة وشاء لها الهوى وللحب عايزاة وشاء لها الهوى استعرى مكنية شاب الهوى إنسان يا شاء قتيلك أنا قتيلك أنا اللي مدت في حبك قالت قتيلك قالت أيهم من فيهم فهم كثروا يعني أنا عندي قتل كثيرين في حبي هذا من غرور يعني فقلت لها لو شئتي لم تتعنتي يعني لم تتشددي عاشا لله بل أنت لتضهره يعني أنت اللي عملت فيها كده مش لإيه مش الزمن هو اللي عمل فيها كده بل أنت للا لتضهره فقلت ما عاز الله بل أنت لتضهره طبعا عندي قلنا خيالات كتيرة واستعارات كتيرة قلناها في كنايات زي تكادو وبقل نارو بين جوانعي كناية عن شدة الشوق سر الجمال التكسيم وبرضو الموضو دونه كناية عن طوام الهجر وقلنا أبا مدعية زي الوفاء والغضر طباق وعليم وموكو بينهم أيضا طباق ده النص بتاعنا بنكمل درس نحو بعنوان نصب الفعل المضارع طبعا احنا عارفين كلنا أن الفعل المضارع الفعل المضارع بيبدأ بحروف أنايتو وأنايتو يعني الهمزة والنون والياء والتاء الفعل المضارع بينصب إذا سبقه أداة من أدوات النصب إيه هي أدوات النصب أن ولن وكي وحتى ملام التعليل ملام البحوت الفعل المضارع إذا جئب ليه أي حاجة من دولة بيكون مضارع منصوب بينصب بإيه؟ بينصب بيه الفتحة الظاهرة إذا كان صحيح آخر أو معتل الآخر بالو والياء بينصب بيه الفتحة المقدرة إذا كان آخره ألف بينصب بحسف النون إذا كان من الأفعال الخمسة إيه الأفعال الخمسة؟ هي كل فعل مضارع اتصل بيه وأول جماعة ألف الإسنين يا المخاطب أول مثال بيقول لي يريد الله أن يخفف عنكم طبعا أن يخفف وطبعا يخفف ديت أما جعل بها أول عليها فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة تصدق كي تعلو تصدق إيه؟ كي إيه؟ كي تعلو وطبعا بقول أني تعلو دوت فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وتختفي مضارع معطوف على المنصوب منصوب منصوب بإيه؟ تختفي منصوب بالفتحة الظاهرة نتزاور ليه؟ لتقوى روابط المواد والبيدنة لتقوى اللام لام التعليل وتقوى مضارع منصوب بلام التعليل وعلامة نصب الفتحة المقدرة لأنه أخر ألف خلي بالك خلي بالك تقوى أخر ألف مكتوب منطوقة مكتوبة إياه اسم ألف إياه نتزاور لتقوى روابط المواد بيننا قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون طبعاً لن تنالوا مضارع منصوب لن وعلامة نصبه حسف النون حتى تنفقوا مضارع منصوب حتى وعلامة نصبه حسف النون لأنه أفعال خمسة ما كان المهمل في عمله لينال رضا الله طبعاً ما كان لينال دي لام الجعود معرفها إزاي تسبق بكون منفي يجي قبلها كان منفية بقول ما كان المهمل لينال يبقى لينال مضارع منصوب بلام الجعود وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة يجي قبل الأخيرة لم يكن المقصر في أداء الواجب ليحقق برضو لم يكن كون من في أهوت يبقى ليحقق مضارع منصوب بلام الجحود وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة يبقى مضارع بينصب إذا سبق قوان ولان وكي وحتى ولام الجحود ومع التعليل بينصب فتحة ظاهرة فتحة مقدرة حسف إنه لم الجحود معرفة إزاي بيجي قبلها كون منفي ودي القاعدة بتاعتنا ودرس ان شاء الله جميل وبسيط جدا ان شاء الله رب يعلمي ده بالنسبة لدرس بتاعنا وهنكمل إن شاء الله في إمئة الفيديوهات القادمة ترجمة نانسي قنقر